أهم وأجمل كلمة في هذا الكتاب العظيم ما هي أجمل كلمة يمكن أن تسمعها؟ إنها كلمة الله عز وجل مؤلف هذا القرآن هو الله طبعا ولله المثل الأعلى نحن نستخدم مصطلحات بشرية فقط لأقرب لكم الفكرة الله هو الذي أنزل القرآن ولكن دعونا نضع هذا القرآن وندرس كلماته كلمة كلمة ماذا نلاحظ؟ الحقيقة أنا قمت بدراسة لجميع كلمات القرآن ووضعتها حسب الكلمة الأكثر تكرارا يعني على شكل منحني بياني هل تعلمون الكلمة التي تقع على قمة هذا المنحني في أعلى قمة هذا المنحني يعني أكثر كلمة تكررت في القرآن على الإطلاق؟ إنها كلمة الله سبحانه وتعالى 2699 مرة لا يوجد كتاب واحد في العالم اسم المؤلف هو الكلمة الأكثر تكرارا لا يوجد لذلك أنا أخاطب الآن كل من يشكك بالإعجاز العددي أقول له لأنهم يقولون لا يصح أن نسميه إعجاز لأنه يمكننا أن نأتي بأرقام تشبه هذه الأرقام أو يمكن أن نصنع كتابا تتحقق فيه هذه الأرقام طبعا نحن لن نخوض في بحر الإعجاز الرقمي أريد فقط أن تؤلف كتابا بحيث أن تجعل اسمك هو الأكثر تكرارا في هذا الكتاب فقط لن تستطيع لا يستطيع أي مؤلف في العالم أن يؤلف كتاب ويجعل اسمه هو الكلمة الأكثر تكرارا لا يستطيع من أين سيأتي مثلا لو أراد أن يؤلف مثل القرآن كتاب بحدود 600 صفحة من أين سيأتي بكلمات أو بجمل ليكرر اسمه 2699 مرة لن يجد في اللغة جملا ليحقق ذلك هذا هو الإعجاز أيها الأحبة كذلك فإن اسم الله عز وجل يتألف أثاسا من ثلاثة أحرف الألف اللام مكررة الهاء هذه هي خير كلمة يمكن أن نقولها هي اسم الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت يعني خير عبارة إذن خير كلمة هي الله وأجمل وأعظم كلمة هي اسم الله ما هي خير عبارة قالها النبيون قال عليه الصلاة والسلام خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله دققوا معي أيها الأحبة اسم الله يتألف من ثلاثة أحرف ألف لام هاء لا إله إلا الله أساسا تتألف من ثلاثة أحرف أيضا ألف لام هاء الألف خمس مرات تكرر اللام خمس مرات الهاء مرتين إذن الله عز وجل أخذ من حروف اسمه الثلاثة ألف لام هاء وصاغ منها خير عبارة طيب هل يستطيع أحدكم يا من تشككون بالإعجاز العدد هل يستطيع أن يؤلف من حروف اسمه عبارة يعبر بها عن نفسه لا يستطيع لا يمكن وبخاصة إذا كان لدينا عدد قليل هو ثلاثة أحرف فقط يعني ألف ولا مهاء يعني إنسان ليكن اسمه مؤلف من ثلاثة أحرف إذا أخذ هذه الحروف الثلاثة حروف اسمه هل يستطيع أن يشكل لنا جملة بليغة يتحدث بها عن نفسه من حروف اسمه فقط والله لن يستطيع وليجرب كل من يشكك يكفي أن نعلم أنه في سورة الفاتحة التي سماها الله السبع المثاني ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم هنا يرتبط الرقم سبع بسورة الفاتحة طيب لو جئنا لحروف اسم الله الألف واللام والهاء وقمنا بعدها فقط في هذه السورة ماذا نجد؟ نجد أن حرف الألف واللام والهاء مجموع تكرارهم تكرار هذه الحروف الألف تكرر 22 مرة اللام 22 الهاء 5 المجموع 49 يعني 7 في 7 فكأن الله تعالى يريد أن يقول لك انظر أنزلت إليك سورة سميتها بالسبع المثاني يعني 7 تتكرر وتتثنى وجعل حروف اسمه تتكرر 7 في 7 أليس هذا توقيعا من الله عز وجل على أن هذا القرآن هو كلام الله الحق تبارك وتعالى والله أيها الأحبة إن هذه الحقائق لتشهد على صدق الله عز وجل عندما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وأن يجعلها نورا لكل ملحد أو مشكك يرى من خلالها عظمة هذا الدين وعظمة هذا القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته